اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس انا يعني الحاجة اللي انا باقمن بيها جدا ان التربية ما هياش مجرد ان احنا بنقول معلومات نظرية وما هياش حاجات اكاديمية وعندي مشكلة شوية كمان مع الحاجات النظرية او الاكاديمية قوي ان هي بعيدة عن الناس وانا شغلي كله او اغلب شغلي مع الناس في الشارع في الفيلد وباعتبر ان الناس لما بتعمل معاهم وبنعمل اي مقابلات او اي حاجة وبيحملونا امانة وبيصقوا فينا جدا ان احنا شكلنا كويس ومتعلموا وبنكلمهم كويس فبيعندهم ثقة فينا والثقة دي بتخليهم بيؤمنوا ان احنا هنقدر نعمل تجير طب ايه التجير اللي هنقدر نعمله غير ان احنا نقعد في اماكن حلوة وجميلة ومؤتمرات هيلة ونتكلم مع بعض في جرف مغلقة فلازم يكون فيه ترجمة اللي احنا بنقوله لازم يكون فيه حلقة واصل فانا بحاول اعتبر نفسي يعني هو شرف ليه ان اكون حلقة الواصل ما بين الناس اللي في الشارع واكيد مش هلا الوحيد طبعا اشتغل في الشارع اكيد فيه ناس كتير اشتغل في فيلد هنا بس باعتبر نفسي على اقل في المجال اللي بشغل فيه انا حلقة واصل ما بين الناس اللي في الشارع والناس اللي في الفيلد والناس الاكاديميك او المفكرين او متخذي وصناعي القرار وانا بمشي على مبدأ ان التربية هي الممارسة الفعلية للحاجات اللي احنا بنتعلمها وهدف الورقة ان احنا او انا بحاول اعمل تمكين للمجتمع من خلال التربية والتعليم والتربية عملية مستمرة ما هياش بتنتهي عند وقته معين ولا فترة معين احنا الجاية دلوقتي والجاية ما بنموت احنا بنتعلم وبنتربى اي موقف نخش فيه بيكون موقف تعليمي والتربية حق للمجتمع ما هياش فاضل من اي حد على الناس اللي في المجتمع فاحنا لازم نمكنهم بالتربية والتعليم وفي مقولة لاحد الناس المشهير يعني التلفة للقراء حول هذا المشهور يعني بس المقولة المهمة ان المقولة بتقول ان انت عايز تهدم حضارة بتهدم الاسرة وتهدم التعليم وتهدم القدوة واعتقد ان في مجتمعاتنا العربية الحاجات التلاتة دول بيتعرضوا فعلا للهدم التعليم هيخالي والتربية هيخالي فيه ترسيخ لكرمة الانسانية والمسؤولية المجتمعية والمسؤولية المجتمعية هي اساس الورقة اللي انا بتكلم عنها نهاردة وانا بتكلم عن حاجة اسمها الجامعات المجتمعية وليه الجامعات المجتمعية الجامعات المجتمعية هي جامعة عادية جدا هي الجامعات بتاعتنا كلها لكن احنا هنحاول ندخل عليها جزء اجتماعي علشان نعمل او نزوب المسافة او الاسوار او نهد الجدار ما بين الجامعة وما بين المجتمع ان الاتنين يزوبوا في بعض ان ما بقاش اللي بره ومش قادر يخش الجامعة عشان اي ظروف اقتصادية او اي ظروفة ان كانت مقدرش ان هوا يدخل الجامعة لا يبقى عنده فرصة انه يبقى عنده تعليم حتى تعليم جر رسمي والناس الاكاديميك الداكاترة والاسادزة والطلاب يبقى عندهم نعمل مسئولية نحو المجتمع المحيط بهم وزي مارانيا كانت قالت من الفات ان احنا لازم نعلم الطلاب المسئولية المجتمعية مش لازم بس ان احنا نحفظهم ونديهم مناهج دراسية لان ده مش هيبقى كفاية لهم او هيخلي فكرهم وجه نحية واجه معينة فاحنا عاديين نعمل عندهم المسئولية ولو احنا منتكلم على وعي سياسي زي ما انا شايفة كل الاتجاهات الموجودة اغلبة في المؤتمر التجاهات السياسية او افكار سياسية لو عاديين نعمل عندهم اي وعي لازم الاول نعمل فكرهم ونعمل عندهم المسئولية حول الاخر واحترام رأي الاخر يعني وكل الحاجات دي هتيجي من الخلال مش بس ان احنا نقعد نتكلم لا من الخلال الممارسة وانا اقتراحت الجامعات المجتمعية وفكرة الجامعات المجتمعية هي ايمة على فكرة منطبقة بالفعل عندنا في مصر ومش عارفة اذا كانت موجودة هي اكيد موجودة في دول تانية دول اجنبية ودول عربية اسمها المدارس المجتمعية كوميونتي سكولز ودي بيحاولوا يستجلوا المدرسة كمبنى وكطلاب وكأسادزة ان هم عاملوا خدمة للمجتمع ان المدرسة في حد ذاتها بعد ما بيخلص اليوم الدراسي بتبتج المدرسة تشتغل في فصول محول امية تشتغل رعاية لزوء الاحتجاجات الخاصة لاطفال الشوارع المسنين ممكن الملاعب تتحول لملاعب للناس للأولاد العاديين حتى فيه طبعا نسبة كبيرة من عاملات الاطفال ودول مش بيخشوا في مدرسة فممكن يبقى ليهم فصول محول امية وممكن يبقى ليهم جزء طرفيه بان هو يبقى فيه الملاعب دي تتوفر ليهم فالمدرسة مش بتبقى بس مجرد مدرسة لا بيبقى مجرد كيان كامل واحدة تعليمية متكاملة فانا بناء على الفكرة المدرسة المجتمعية والمطبقة عندنا في مصر واللي نكحة نجاح كبير جدا باقترح ان الجامعة كمان تبقى كده وطبعا الجامعة بما فيها من أستاذة وعمال وأبنية وكل الإمكانيات وده كمان هيدي فكرة أوسع لان اكيد الدكاترة والأستاذة عندهم فكرة أكبر عندهم معلومات أكتر عندهم توجهات تعليمية أكتر يقدروا ينفعوا بيها البيئة المحيطة ما يبقاش ان انا بخش الجامعة كأستاذ قدي المحاضرات بتاعتي وأخرج أو ان انا كطالب كل هامي في الدنيا ان انا ادخل اخد المحاضرات وانجح وأنا كمان باقترح يعني هم ممكن باقترح شوية صعبة بس هو انا باقترح ان يكون في جزء من الدرجات أو جزء من تقييم الطالب على النشاط الاجتماعي اللي بيعملوه وده موجود عندنا قريدي موجود في الـ جزء منه في بعض الجامعات لكن انا عايزي يبقى بشكل إلزامي ان يبقى الطالب ملزم يعني يقوم بنشاط اجتماعي محو أمية اي تعليم تعليم فاني تعليم حرفي وبناءنا عليه يتم التقييم يعني يكون جزء من التقييم بتاعه فيه مفاهيم متدخلة مع الجامعات المجتمعية هو ده الاول انا شرحت جامعات المجتمعية هي ايه مفاهيم متدخلة مع الجامعات المجتمعية فيه فيه حاجة اسمها المسؤولية الاجتماعية للجامعة وده موجودة للجامعة بس اللي انا بتكلم فيه اعم واشمل من المسؤولية المجتمعية المسؤولية المجتمعية هيبقى جزء من الجامعة المجتمعية المسؤولية الاجتماعية جزء للجامعة ان هو بيقوم ببعض الانشطة بيقوم ببعض الخدمات الاجتماعية لكن أنا عايزة الموضوع يبقى عام وأشمل من كده عايزة الجامعة بقى لها دور أكتر فعيلية في التعليم وفي رفع الوعي وفيه كمان حاجة اسمها كليات المجتمعية كليات المجتمعية دي هي موجودة في أمريكا وفي أكتر من دولة وموجودة عندنا في مصر وهي أساساً بتعتمد على التعليم برضو اللي هو التعليم المستمر والتعليم الفني بشكل خاص والأسف هي عندنا في مصر تقريباً بيبتدوا ينهوا الموضوع التعليم الفني مع أنه مهم جداً وجامعية الأمريكية لكليات المجتمعية كانت أصدر التقرير عام 2012 وقالت أن 809 بليون دولار اتحقق من خلال الكليات المجتمعية لأنها بتبقى مصدر للإنتاج وأنا لما بكلم على الجامعة المجتمعية مش بس بكلم أنها تبقى خدمة تعليمية لا تبقى خدمة إنتاجية ووحدة إنتاجية اجتماعية متكاملة معرفش إذا كانت دي رؤية متفقلة أو يزدع لزوم بس أنا شاف أن هي رؤية ممكن تتحقق لأنه قريدي المدارس المجتمعية تحققت فأكيد إحنا في إيدينا أنه نقدر نحقق الجامعات المجتمعية هي ليها طبعاً أهداف وليها أسليب بس أنا هتاخد بقاطة طويل فأنا ممكن أدخل على طول على الجزء الثاني علشان الوقت بناء على عندنا منطقة فيها مدارس مجتمعية فيها جامعة مجتمعية في حاجة اسمها مدن التعلم أنا مش عارفة أنتم سمعتوا عنها ولا لأ بس هو مشروع من اليونسكو وبيتعمل أن مدينة متكاملة بيتم تحويلها المدينة التعليمية أو مدينة التعلم بحيث أن كل فرد في المدينة بيبقى مصدر للتعلم من أول البايع لجاية الأستاذ أو لجاية المدرسة أو الجامعة أو أي مكان فمدن التعلم دي لازم يبقى لها أساسيات تبنى عليها وطبعاً لازم يكون في تهيئة للمجتمع قبل ما نبتدي مدن التعلم مدن التعلم موجودة في حوالي ألف دولة وموجودة في دولة عربية بس واحدة اللي هي الأردن إنما مش موجودة في أي دولة عربية تانية ولو أن أنا شافة أن فينا مازج ممكن تتحقق فيها مدن التعلم يعني مشروع دكتور غادة تمكين أنا شافة أنه مكمل جداً للأنا بقوله ولو هو تعامل ممكن يعمل عندنا مدينة للتعلم والمدينة مش تزم تبقى مدينة كبيرة وممكن تبقى مدينة صغيرة ممكن يبقى الجزء من مدينة يبقى الجزء ده مدن التعلم ويبتدي يتعاون مع يونسكو ويبتدي يقدم له يونسكو كل الدعم وكل الدعم اللي بقى الفني والتدريب إنه هو إزاي يتحول لمدينة نكحة مدينة التعلم وطبعاً إحنا كده بالتعليم المفروض هنمي الوعي إزاي ما وضحت قبل كده فأنا بقول إن الحاجات دي كلها ما هياش حاجات صعبة وأنا بطلب منكم دلوقتي يعني إن حضراتكم تقولولي إزاي ممكن تتحقق الفكرة دي من خلال الجامعات اللي حضراتكم بتشتغلوا فيها يعني بطلب من حضراتكم كل واحد فيكم لو هيعمل مداخلة أو أي حد فيكم يقدم رؤية بسيطة أو فكرة بسيطة إزاي ممكن نترجم اللي أنا بقوله ده لإن أنا بطلب ده بصفاتكم أكاديميك وبصوت الناس اللي أنا اشتغلت معاً محملوني أمانة إن أنا أوصل لكم الرسالة دي فبطلب من كل حد رؤية إزاي ممكن نحول الجامعة اللي عنده لجامعة مجتمعية ورؤية دي مش هنقولها في المؤتمر بس عشان يبقى إحنا فعلاً عملنا حاجة فعلية وحققنا أهدف وقعية إن الرؤية دي توصل للناس متخذي القرار في الجامعات اللي حضراتكم فيها أو للمسؤولين في أي وزارة تربية وتعليم أو المسؤولين إن انتوا فعلاً تبقى دي رؤية تتقدم من هي حاجة الحق وفي الآخر بشكركم جداً على حسن استماعكم وباقتبس مقولة العالم السوفي جلال الرومي وعشان هنقدر نغير فبقول لا تسير مع الطيار كن أنت الطيار فبطلب من حضراتكم كلكم أن أنت تكونوا الطيار إلى الناس تسير عليهم شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر